السلام عليكم احنا النهاردة هنعدي نهر النيل ونروح الجيزة ياريت انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه مشتركتش ويلا بينا نبدأ الفيديو الابيض ده هو الطريق الدايري فيه كباري كتيرة بتاخدنا من القهرة توديني الجيزة وتعدي بينا نهر النيل هنتكلم النهاردة عن 6 كباري ونروح محافظة الجيزة اول كبري في الشمال هو كبري 15 مايو اللي هو محور 26 يوليا تاني كبري في الجنوب تحته كبري 6 اكتوبر وبيعدي جزيرة الزمالك تالت كبري وبيعدي جزيرة الزمالك طبعا وده اول كبري تعمل على النيل من زمان كبري قصر النيل اللي جاي من ميدان التحرير ورايح الدقي الكبري الرابع بعديهم هو كبري الجمعة اللي بيجيبك من عند جزيرة المانيل ويعد بيك ويروح حديقة الحيوان وجمعة القاهرة بعد كده كبري تاني بيعدي على جزيرة المانيل اسم كبري عباس او كبري الجيزة وده بياخدك لقلب مدينة الجيزة والكبر السادس معنا النهاردة هو كبر المونيب اللي هو جزء من الطريق الدايري اللي بيروح منطقة المونيب بعد ما بتعدي كبر 15 مايو وتمشي على محور 26 يوليا تعد جزيرة الزمالك فيبقى عندك انك تنزل على النيل كده او تنزل كده او تكمل تاني لغاية مدانس فانكس مسافة قصيرة من النيل لغاية مدانس فانكس في مدانس فانكس قدامك 3 اتجاهات رئيسية عندك الطريق الازرق ده اللي هو شارع احمد عرابي او محور احمد عرابي يوديك للطريق الدايري عندك تكمل على طول في محور 26 يوليا علشان تروح اسكندرية الصحراوي او تروح 6 اكتوبر وعندك كمان الاصفر ده اللي هو شارع جامعة الدور العربية يبقى انت كده داخل المهندسين ولو انت جاي على كبر 6 اكتوبر فانت برضو هتعدك زيرة الزمالك وتمشي شوية تاني كده فهتلاقي نفسك دخلت على شارع البطل احمد عبد العزيز شارع البطل احمد عبد العزيز هو الشارع الازرق ده اللي جاي من شارع جامعة الدور العربية وبيتجه جنوبا كده مثلا عشان يوصل لشارع التحرير شارع التحرير هو الشارع اللي جاي من كبر قصر النيل اللي هو الازرق اللي انا ماشي عليه ده ده شارع التحرير دلوقتي انت عندك حاجات تربط الدق بالمهندسين والعجوزة زي الشارع البطل احمد عبد العزيز اللي انا ماشي عليه ده الشارع الاخضر ده كمان مهم جدا اسمه شارع موحي الدين أبو العز بيربط شارع التحرير بشارع جامعة الدور العربية تعالوا نركز أكتر في منطقة المهندسين ونفهم تفاصيل شوارع أكتر فيها لما بتعدك زيرت الزمالك على محور 26 يوليا وتعد مدانس فانجس تدخل شارع جامعة الدور العربية فعندك شوارع مهمة جدا في منطقة المهندسين عندك الشارع الأزرق ده اللي جاي من ميدان مصطفى محمود وداخل كده ده اسمه شارع سوريا اللي في آخره بيتقابل مع شارع السودان اللي هو الفوشيا ده كله ده كل الفوشيا ده اسمه شارع السودان اللي ماشي أغلبه جنب سكة القطر اللي جاي من الصيد عندك كمان الشارع ده الشارع ده اسمه محمد حسن حلمي شارع المهندس محمد حسن حلمي أو شارع جزيرة العرب ده واخد تدويرة كده حلوة حواليه الميدان مصطفى محمود بس بينه وبين الميدان شوية مباني فيه شارع واخد تدويرة أطول شوية شارع اسمه شارع شهاب في المهندسين شارع شهاب هو الأخضر ده اللي واخد التدوير الجامدة دي يبقى الأصفر ده شارع جامعة الدولة العربية وده شارع جزيرة العرب أو المهندس محمد حلمي وده شارع شهاب والشارع الأزرق ده شارع سوريا شارع سوريا ماشي عادي من الشرق للغرب لكن شارع جامعة الدولة العربية وماشي بنسميها احنا سانبوكسا أو ماشي بزاوية جاي من الشمال الشرقي ورايح للجنوب الغربي فيه شارع طالع شمالا من ميدان مصطفى محمود اللي رايح غربا ده شارع سوريا اللي طالع شمالا ده شارع وادي النيل ده اسمه شارع وادي النيل وفيه شارع طالع من شارع جزيرة العرب وبيتقاطع مع شارع شهاب هنا اسمه شارع لبنان شارع لبنان اللي هو الأزرق ده ده شارع لبنان طبعا ده نادي الزمالك في منطقة ميت عقبة وكمان فيه شارع مهم تاني اسمه شارع سليمان أباظة الشارع ده اسمه سليمان أبوزة يعتبر جايبك برضو من الدقي واخدك على المهندسين دلوقتي هنعرف أهم الشوارع في منطقة الدقي ده كبرى 6 أكتوبر بيعدي فوق جزيرة الزمالك وده كبرى أصر النيل كبرى أصر النيل هو طريقك الرئيس عشان تروح الدقي لأنه هتعدي هنا على الشارع التحرير هتمشي في شارع التحرير الأزرق ده هو ده الشارع الرئيسي في منطقة الدقي فيه محطتين مترو محطة مترو الدقي ومحطة مترو البحوث كان فيه محطة ثالثة هنا اسمها الأبرة بس ليه في جزيرة الزمالك مش في الدقي محطة مترو الدقي تحت الأرض والبحوث تحت الأرض بعد كده المترو بيلف كده ويطلع فوق الأرض عشان يروح محطة جامعة القاهرة طبعا جامعة القاهرة زي ما احنا عارفين موجودة في مدينة الجيزة مش في القاهرة وإنت بتعدي كبرى أصر النيل وبتعدي الفرع التاني من النيل قدامك بقى تفريعا لست سبع شوارع عندك تروح كده مثلا تمشي عن نيل أو كده تمشي عن نيل ممكن تمشي في الشارع الأخضر ده اللي هو الشارع السد العالي ممكن تمشي في الشارع الأخضر ده ده شارع مهم جدا اسمه شارع المساحة في قلب منطقة الدقي وكمان عندك الشارع الأحمر ده اللي هو شارع شارلي دي جول الشارع المساحة بياخدك لبداية شارع البطل أحمد عبد العزيز اللي هو الأزرة ده وبياخدك للشارع الأصفر ده اللي هو شارع جامعة القاهرة يبقى انت عندك شوارع رئيسية في الدقي اللي هي شارع التحرير شارع السد العالي شارع المساحة شارع شارل دجول فيه كمان شارعين رئيسيين بيربطوا البطل أحمد عبد العزيز بشارع موحيد دين أبو العز اللي هو الشارع اللبني ده اللي هو الشارع مصدق في الدقي والشارع الأصفر ده اللي هو شارع نادي الصيد دلوقتي هنتجه جنوبا تاني ونعرف أهم الشوارع في منطقة الجيزة أو في مدينة الجيزة نفسها معلش انا غلطت وسميت الشرع الاصفر ده شرع جامعة القاهرة لا الشرع الاصفر ده اسمه شرع الدكتور احمد زويل اللي بيكمل بعد كده في كبري صفت اللبن ويتحول لمحور صفت اللبن ويمشي في منطقة صفت اللبن لغاية ما يوديك الطريق الدايري فده شرع احمد زويل اللي امتداده بعد كده محور صفت اللبن عندك بقى ده شرع شارل ديجول ده قلنا شرع الدكتور احمد زويل ده شرع المساحة وده شارع البطل أحمد عبد العزيز فيه كمان الشارع الأحمر ده مهم ده شارع بيربط شارع التحرير بشارع أحمد زويل اسمه شارع أحمد الزياد ده اسمه شارع أحمد الزياد جابك من الدقي رايح بيك لجامعة القاهرة طبعا شارع السودان هو الفشيا اللي ماشي جنب سكة العطر ده شارع طويل جدا بيروح لغاية هنا لغاية أول فصل طيب نروح بقى لكبر الجامعة ده كبر الجامعة اللي جايبك من عند السيدة زينب هنا وبعد كده بيدخلك بين حديقتين حديقة الأرمان النباتية وحديقة الحيوان بيمشي بعد كده الشارع ده بينهم اسمه شارع نهضة مصر وانت واقف في شارع نهضة مصر هتشوف تمثال نهضة مصر الجميل وهتشوف القبة دي ده قبة جامعة القاهرة بتبان وانت واقف في شارع نهضة مصر اللي بيشوفها في المسلسلات والأفلام فيبقى الشارع الأحمر ده شارع شارل ديقول أما الشارع الأزرة ده هو ده شارع جامعة القاهرة اللي بيفصل بين حديقة الحيوان وبين جامعة القاهرة اسمه شارع جامعة القاهرة شارع جامعة القاهرة ده طوله حوالي 1600 متر عشان كده انت لما تروح حديقة الحيوان ما ينفعش تروح بالمترو لان المترو المحطة بتاعته هنا عند جامعة القاهرة مسافة كده حوالي كيلو بين جامعة القاهرة وبين حديقة الحيوان هيودك لفين بقى؟ شارع شارل دجول وشارع جامعة القاهرة وشارع السودان هيودك للشارع الهرم اللي هو كبر الجيزة أو كبر عباس اللي جاي من منطقة مصر القديمة بيعدي النيل فيوديك هنا هنا انت في بداية الشارع الازرق ده اللي ماشي جنب النيل ده اسمه شارع البحر الاعظم رايح لغاية الداير والمنيب عندك كمان هنا ده اسمه شارع الهرم شارع الهرم بينزل في نفق تحت السكة الحديد ده اسمه نفق الهرم اللي انا فيه ده نفق الهرم بيعدي تحت السكة الحديد اللي جاي من الصعيد أما كبر فيصل فده بيعدي فوق السكر حديد عشان يدخلك على شارع فيصل شارع فيصل وشارع الهرم الأحمر ده هو شارع فيصل والأزرق ده هو شارع الهرم وفيه شارع تاني موازل شارع الهرم اسمه شارع خاتم المرسلين فاضل بقى نقول الشارع الأزرق ده ده اسمه شارع صلاح سالم لأن كبر الجيزة ده هو امتداد لطريق صلاح سالم اللي جاي من القاهرة بيعدي النيل وتمشي كده في شارع الهرم بيكمل بقى هنا لما تدخل فيه كده هنا اللي أنا ماشي عليه الأزرق ده اللي ماشي جنب القطر برضو اسمه شارع صلاح سالم بس صلاح سالم اللي في الجيزة برضو بيتلاقى مع شارع البحر الأعظم هما الاثنين يتقابلوا تحت كبري المنيب ويتقابلوا في منطقة المنيب وموقف المنيب ده موقف المنيب بتاع المكرباص وده موقف أو جراش المنيب للأوتوبيسات النقل العام أظن كده خدتوا فكرة كويسة عن الشوارع المهمة في الجيزة والدوء والمهندسين لو عجبكم الفيديو أتمنى لايك واشتراك في القناة شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته